بينما تتسارع المساعي الدولية، لا سيما الفرنسية والأمريكية، من أجل إرساء وقف مؤقت لإطلاق النار، بين حزب الله وإسرائيل نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو، الأنباء المتعلقة بوقف وشيك لإطلاق النار مع لبنان. المكتب أوضح أن الأخبار المتعلقة بما يسمى التوجيه لتخفيف القتال في الشمال هو أمر لا يعكس الحقيقة، فقد أصدر رئيس الوزراء تعليماته للجيش الإسرائيلي بمواصلة القتال بكل قوة، ووفقاً للخطط المقدمة إليه بحسب تعبيره. ويأتي ذلك بعد أن قال مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو، إن الأخيرة أعطى الضوء الأخضر من أجل وقف النار في لبنان بهدف إفساح المجال للمفاوضات الجارية بمساعي دولية. من جانبها أفادت صحيفة نيورك تايمز نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن هناك مؤشرات على أن إسرائيل ولبنان تدعمان المحادثات التي قد تؤدي قريباً إلى وقف إطلاق النار، معربين في الوقت نفسه عن أملهم في أن يسمح وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أسابيع بإنهاء دائم للقتال بين الطرفين. في غضون ذلك طالب كل من الرئيسان الأمريكي جو بايدن والفرنسي أمينويل ماكرون خلال لقائهما على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل ولبنان بتلبية الدعوة الدولية للوقف الفوري لإطلاق النار. كما دعا الرئيسان إلى ضرورة العمل للتوصل إلى تسوية على الحدود بين إسرائيل ولبنان تضمن السلامة لعودة السكان إلى المناطق الحدودية. ترجمة نانسي قنقر